اشترك واضغط على منبه الاشعارات ليتم اعلامك بكل فيديو جديد جنة الاعشاب المنتجات المرخصة ومعروفة باذن الله سبحانه تعالى كل بداية حلقة بنذكر فائدة من فوائد الاعشاب واليوم عشبتنا عشبة جدا مشهورة ومعروفة وإلها فوائد جدا جدا عظيمة للصبايا للاطفال لكبار السن للنساء الفوائد المدهشة والغريبة للي ما يعرف يعرف الخصائص العظيمة للروزماري اللي هو اكليل الجبل اكليل الجبل مشهور بالوطن العربي ومعروف وايضا مشهور بالغرب وحتى في اوروبا بيستخدموه له خصائص جدا مفيدة بيدخل حتى بالتوابل من اسماءه الازير الخصائص العلاجية لا ابدا الكل بيعرف اكليل الجبل انه بيتمتع بنكهة رائعة حتى بيضعوا القليل من الاوراق على الشاي بيعطيها نكهة فوائده فوائد جدا عظيمة حتى للاطفال للحفظ والتركيز والنسيان الاطفال اللي بيدرسوا وما بيحفظوا وامين جدا لالهم لو اخذنا من منقوعه وحلنا بملعقة من العسل رحين نشوف النتائج الطبيعية لا اكليل الجبل اللي هو الروزماري اللي انشهر ومشهور ومعروف من الازل انه للحفظ والتركيز والنسيان وايضا للذاكرة وايضا للكبار السن اللي بيعانوا من الزهايمر والنسيان اكثرين اليوم في الوطن العربي ناس ايش كان عندهم بارح ايش عملهم بارح الاطفال بيدرسوا بينسى بيحفظ وبنام الصبح بينسى كل شيء فبالتالي كانوا اجدادنا دايما يوصفوا اكليل الجبل للحفظ والتركيز والنسيان ومنشط للذاكرة باذن الله سبحانه وتعالى ومنبه للذاكرة الفوائد العجيبة لا اكليل الجبل واوراق اكليل الجبل احنا بحاجتها بهذا الوقت لاطفالنا اطفالنا اليوم مش ملتزمين بالقراءة مثل اطفال ايام زمان كانوا يحفظوا من القرآن كانوا يحفظوا من الشعر وكانوا يتمتعوا بذكاء اطفالنا يتمتعوا بذكاء على الواتس اب والفايبر والتليفونات فبالتالي خلينا ندخل هذه العشبة على بيوتنا تكون موجودة وحتى بنستخدمها بالتوابل ومفيدة للجهاز الهضمي ضد اضطرابات الجهاز الهضمي وايضا مفيدة جدا للغازات اللي عندهم تطبيل البطن ودائما عندهم انتفاخ بالبطن وغازات فبالتالي بتخلصنا من الغازات شوفوا خصائصها للحفظ والتركيز والنسيان والزهايماير ايضا لتحسين الهضم ايضا بتخلصنا من الغازات ومفيدة جدا للي عندهم مشاكل القلون والقلون العصبي غازات وقلون وقلون عصبي هذه المشاكل الموجودة في الوطن العربي الكروش والانتفاخ والام الجهاز الهضمي فبالتالي بنستفيد باذن الله سبحانه وتعالى من هذه الاوراق اللي هي الروزماري اللي هي اكليل الجبل المشهورة ومعروفة ايضا صديقة للقلب مفيدة جدا لمشاكل القلب وايضا صديقة للقلب وايضا كانوا يعتبروها انه هي علاج بسيط للي عندهم حالات الاكتئاب البسيطة فكانوا يتعالجوا من خلال هذه الاوراق من خلال منقوحة كوبين باليوم ويحلوها بملعقة من العسل وكانت تعطيهم نتائج مقبولة بعون الله سبحانه وتعالى اذا حتى لتخفيف الوزن مع الشاي الاخضر اكليل الجبل اللي هو الروزماري دائما بوصفاتي والوصفات المشهورة ومعروفة اذا اخذنا اوراق الشاي الاخضر واكليل الجبل اللي هو الروزماري واوراق الميرمية والبابونج فبالتالي صار عندنا خلطة معروفة من اعشاب معروفة فبالتالي لو اخذنا ملعقة منها على كوب من الماء مرتين باليوم نستفيد للي عندهم السمنة الزائدة وللي دائما بدهم حافظوا على جسمهم فبالتالي بيستفيدوا باذن الله سبحانه وتعالى اذا من الميرمية واوراق الشاي الاخضر واكليل الجبل فبالتالي والبابونج فبالتالي بنستفيدوا لو اضفنا عليها القليل من قشور الرمان هذه وصفة طبيعية ومعروفة والاعشاب معروفة لالكم فبالتالي نعم اكليل الجبل مفيد ومهم انه نستخدمه في هذا الوقت وفي هذا العصر لأطفالنا وللسائنا ولكبار السنة بكفي انه كانوا اجدادنا يتناولوا للي عندهم الصداع واللي عندهم الشقيقة كان يخلصهم من آثارها ومن آلامها فبالتالي نعم نستفيد منها الخصائص العظيمة لإكليل الجبل هذه الأوراق المشهورة موجودة وينما كان في كل الوطن العربي حتى الآن تباع بالمولات معلبة بكياس إكليل الجبل من كثر الناس ما بتعرف خصائصها وفوائدها ما بيستغنوا عنها غير انه بيضعوها بالابهرات والتوابل وعلى اللحوم فبالتالي بنستفيد وعلى المشاوي فبالتالي بنستفيد من خصائصها حتى مفيدة لضعف الأعصاب والخمول اللي عندهم دائما خمول وتعب وإرهاق فبالتالي لو أخذ من منقوحها مرتين باليوم وحلاها بملعقة من العسل فبالتالي بيستفيد من خصائصها أيضا كانوا زمان يستخدموا أوراقها كماد أو منقوحها كماد للكدمات أو الضربات أو آثار الضربات فبالتالي كانوا يستفيدوا من إكليل الجبل من المنقوح أو الكماد ناهيكم عن الاستحمام أو الغسول للوجه بنقي البشرة وبعطيها خصائص ما شاء الله وحتى دخلوا إكليل الجبل في صناعة الشامبوهات وأيضا مستحضرات التجميل الطبيعية وأيضا كانوا يستفيدوا منها غسول لفروة الرأس تخلصهم من قشور فروة الرأس الدهنية خصوصا بفصل الشتاء فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه نستفيد منها الخصائص العظيمة لكن تمنع على النساء لأنها هي منشطة للرحم فبالتالي بدنا نكون حريصين للمرأة الحامل لا يجوز إعطاءها مهما كان من الوصفات والأعشاب المعروفة إكليل الجبل هو معروف لكن للمرأة الحامل ممنوع فبالتالي بسبب مشاكل وممكن أنه سبب نزف فبالتالي نكون حريصين عليكم بأي شيء من قدمه من خلال هذا البرنامج ومن خلال أي معلومة لكن معلومتنا اليوم عن إكليل الجبل هو أمين لأطفالنا للحفظ والتركيز والنسيان وصديق القلب حتى منقوعه للجهاز التنفسي مفيد بعون الله سبحانه وتعالى نتمتع بالكثير من الخصائص المعروفة لأبداننا فأسأل الله سبحانه وتعالى تستفيد من كل شيء بنقدمه لإلكم لكن إكليل الجبل ما ننسى أنه يكون موجود في بيوتنا غض النظر أنه من نستخدمه للإبهارات والتوابل والطبخ لكن خصائصه مفيدة لأن لصبايانا ولشبابنا ولنساءنا ولكبار السن رحين نطلع فاصل قصير ونعود نستقبل اتصالاتكم بإذن الله سبحانه وتعالى بعد هذا الفاصل ورحين نشاهد مع بعضنا منتجات مؤسسة جنة الأحشاب منتجاتي وروحوا فاصل وروحوا راجعين نواصل فاصل قصير اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة